ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الاجراءات المطلوبة لاعتماد العينات كلنا عارفين ان اي مشروع بيكون ليه بنود والبنود دي بيكون ليها عينات او خمات الخمات دي او العينات دي لازم اعتمدها من الاستشاري والجهة المالك سواء قبل منفذ المشروع او اسناء تنفيذ المشروع طيب عشان اعتمد عينا فيه ثمن نقطة لازم اعملهم ثمن نقطة لازم اعملهم اول نقطة فيهم واننا بقدم محضر الاستلام للموقع او المشروع بتاعي اي مشروع او اي مقاول بياخد عملية بعد ما بياخد العملية دي بيمضي محضر استلامه للموقع دي الموقع او المشروع بكل بساطة المحضر ده بيكون مثبت فيه تاريخ استلامه للموقع اسم الشركة نفسها اللي هتنفذ لو فيه اي عائق في الموقع او اي شيء او ما شابه من اي مشكلة بتكون مثبتة فلازم اخد المحضر الاستلام بتاعي للمشروع النقطة التانية ان انا بقدم الجدول الزمني للمشروع بكل بساطة لازم اقدم جدول الزمني للمشروع عشان المقاول من خلال الجدول ده بيشرح مقراحل تنفيزه للمشروع تنفيز المشروع هيكون على مراحل قد ايه وكل مرحلة هتبدأ امتى وتنتهي امتى والمشروع هيخلصه امتى تمام النقطة اللي بعد كده بقدم طلب فحص للعينات طلب فحص للعينات والطلب ده لازم يحتوى على الآتي لازم يحتوى على الآتي اول حاجة يحتوى على اسم العينة ثاني حاجة رقم العينة ثالث حاجة اسم المشروع رابح حاجة المنطقة اللي هيتنفس فيها المشروع المنطقة اللي هيتنفس فيها المشروع النقطة اللي بعد كده الكاتالوجيات اي عينات المقاول هيعتمدها من المفترض ان العينات دي لها كتالوجيات فلازم من ضمن الحاجات اللي حاضرتك بتعملها ان نتقدم كتالوجيات هذه العينات والكتالوجيات دي بيكون مرفق معها الرسومات الخاصة بهذه العينة او العينات يعني مثلا لو انا اعتمد عينة شباك الاموتال فالشباك ده بيكون لي رسومات تفصيلية فلازم ارفق الكتالوجيات وارفق معاها الرسومات التفصيلية بهذه العينات النقطة اللي بعد كده ان حاضرتك بتاخد العينة نفسها معك بتاخد العينة نفسها معك ولازم العينة دي تحتوي على اربع حاجات اول حاجة اسم الشركة تاني حاجة نوع المادة رابع حاجة او تالت حاجة اسم المورد اللي هيورد العينة دي النقطة الرابعة اسم الجهة المصنعة لهذه العينة ممتاز ممتاز جدا النقطة اللي بعد كده شهادات الضمان اي عينة لها شهادت ضمان فحضرتك لازم تاخد المستند الدل على ضمان هذه العينة من الشركة المصنعة للعينة دي للشركة المصنعة للعينة دي النقطة اللي بعد كده اللي بعد كده تفويد من الشركة حضرتك هتعتمد العينة فحضرتك لازم تاخد تفويد من شركتك ان حضرتك اللي هتروح تعتمد هذه العينة العينة او هقدم طلب اعتماد الاينات النقطة الاخيرة وهي صورة المقايصة والمواصفة للمشروع عشان الاستشاري يشوف من خلال هزي العينات هل لها بند في المؤيسة ولا لأ هل العينة المطلوبة اعتمادها دي مواصفتها مطبقة للمواصفات المطلوبة في البند والمؤيسة ولا لأ دول كده تمن نقطة لازم تحضرتك تحطهم في اعتبارك في اي مشروع وحضرتك اللي رايح تعتمد العينات من السشاري نقولهم تاني سريعا انك تجيب تاخد معاك محضر الاستلام للموقع تاخد معاك الجدول الزمني للمشروع تاخد معاك طلب فحص العينات تاخد معاك الكتالوجات تاخد معاك العينات نفسها تاخد معاك شهادات الضمان تاخد معاك تفويت من الشركة بتاعتك تاخد معاك صورة المؤيسة والمواصفة للمشروع تم النقطة في منتهى الاهمية ياريت نهتم بيهم جميعا ونحطهم في نظر اعينا واحنا بنشرف او بننفس اي مشروع لانهم مهمين جدا قد يبدو للبعض بل البعض انها نقاط بسيطة لكن هي نقاط في منتهى الاهمية اشكركم ويا رب ادرت اوصل لكم اي معلومة في المحاضرة ولو بسيطة شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته